كيفية عمل فيلم الدم بلاد فيلم يعتبر فيلم الدم من الفحوصات الهامة والمستخدمة بشكل واسع في المختبرات الطبية لما لها من أهمية تتمثل فيه تقييم الأنيميا وتقدير خلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية وغيرها من التشخيصات المرضية الدقيقة خطوات تحضير أفلام الدم تنظف الشرائح جيداً قبل استعمالها توضع نقطة صغيرة من الدم على بعد 1-2 سنتيمتر من أحد أطرافها في منتصف الشريحة تفرد نقطة الدم باستخدام شريحة أخرى طرفها أملس ناعم حيث توضع بزاوية 45 درجة وتحرك إلى الوراء حتى تفرد نقطة الدم وتملأ خط التماس بين الشريحتين وتأكد من أن الفيلم يمتلك الصفات التالية لا يحتوي على فراغات ويملأ ثلثي الشريحة لا يحتوي على تعرجات لا يتكدس الدم فوق بعضه البعض أن يحقق شكل البصمة وبعدها يترك الفيلم في الهواء ثم يصبغ بصبغة مناسبة أما عن طريقة صبغ الأفلام فهناك عدة صبغات تستخدم لهذا الغرض وتعتمد على الهدف من المسحة والوقت المتاح وتوفر الصبغة وأشهر هذه الصبغات صبغة جيمسا جيمسستين ولإجراء عملية الصباغة عليك اتباع التالي أغمر الشريحة بمادة فكسيشن لمدة ثلاثين ثانية ثم أخرجها أغمرها بمادة يوسين لمدة خمس إلى سبع ثوان ثم أخرجها أغمرها بمادة ميثيليم بلو لمدة خمس إلى سبع ثوان ثم أخرجها أغمرها بمادة بفر لمدة خمس إلى سبع ثوان ثم أخرجها وآخيرا تغسل الشريحة بالماء الجاري لمدة دقيقتين ويترك الفيلم ليجف وتنظف الجهة الأخرى من الشريحة لإزالة بقايا الصبغة طريقة فحص الأفلام تفحص المنطقة الوسطى باستخدام العدسة الزيتية قوة تكبير مئة خلية حيث توضع نقطة من الزيت على الشريحة ليمكن رؤية الخلايا بوضوح ثم غطه بكوفر وابدأ في عد كرات الدم البيضاء وهو ما يطلق عليه WBCS Differential ولكن لاحظ التفريق بين كرة الدم البيضاء وخلايا نورموبلاست نورموبلاست حيث إنها خلايا حمراء ولكن لها نواه وبعد عد الخلايا البيضاء عد نوعيا نسبيا Relative Count يحول هذا الرقم إلى القيمة المطلقة الكاملة Absolute Value بالتعارضة 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 بالتعارض